اجتاحت موجة من الهواء الساخن جنوب أوروبا ومنطقة البلقان لتصل درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية ووضعت وزارة الصحة الإيطالية اثنتين عشرة مدينة في حالة طارئ احترازيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها وسجلت كرواتيا أعلى درجة حرارة بلغت ما يقارب ثلاثين درجة مئوية في مدينة دوبروفنيك ما قالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في حوض نهر الوادي الكبير الجنوبي في الأيام المقبلة بسبب موجة الهواء الساخن القادمة من إفريقيا